السلام عليكم صباح الخير ومساء النور صلى على النبي محمد عليها افضل الصلاة والسلام سعيدة جدا اخواتي بلقياكم مجددا ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتم صحة والعافية باذن الله طبعا وصفتنا اليوم اثنين طورتات واحدة تنسك في الثانية واحدة ديال اللوز الاموند بطريقة مبسطة سهلة وسريعة مع واحد العجينة كجينة مقرمشة ناجحة مئة في مئة اطراف ذهبية والطورتة الثانية بالكريم باتيسيغ الفواكه مع جميع الاصرار لتنجح معكم باقل تكلفة من يمكن نشريهم في الباتيسيغ تبعوا الفيديو الاخر لتسافدوا اكتر وهتنجح معكم من اول تجربة بالاخص للضيوف هتحمر لكم لوجهكم اذا كنتوا اول مرة كتشوفوني انا زين بازكري على قناة وصفات التي دهب بفود بالصح فضل المنصة امرا الى اجبكم فيديو دعموا باللايك او العجاب فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات ان شاء الله واللي دخلوا عندنا جدا نقول لكم مرحبا بكم ونورتونا اكيد واتبعونا باش تكبر العائلة ان شاء الله نخليكم مع طريقة تحضير فرجة ممتعة ونبدأ بسم الله على بركة الله بنسبل اول حاجة هنا باش نحضر كريم باتي سيغ عندي اول حاجة في واحد كاترولة كنضيف 2 اصفر بيضة الابيض بتاعهم كنحتفض به جانبا من بعد نحتاجه ضفتين معلقة كبيرة من الناشا اي الميزينة ساشي واحد من فانيلا حبيبات اربعة ملاعق كبيرة من السكر الخاشين اي سكر سانيدة وهنا هذا الكاس عندي فيه نصف لتر من الحليب كنضيف واحد كمية قليلة هكذا بيضا نحرك المكونات جيدا كنت تفتح معنا وهذا كنضيف البقية كنضيف كذلك النصف لتر الثاني يعني المكونات كلها تاخد معاكم لتر ديال الحليب فهنا كنخلق المكونات بالطراب اليدوي بارد في بارد وكنضيف مباشرة على النار اللي تتكون متوسطة مع التحريك المستمر ما كنزووش الايد بتاعي من الحركة هكذا مش متحرقش لينا انه شاف الكاسرولة ينفوك يتقل معاكم نخليط بهتشكل هذا سافي كنزولو من على النار مباشرة كنضيف لهم ملعقة كبيرة من الزبدة من اسلحة يوانية هكذا بشك سعطينا واحد مداق اللي رائع لهذا الكريم باتيسيا كنحرك كل شي المكونات جيدا بالطراب اليدوي حتى كنضيف لنا الزبدة في الكريم باتيسيا ومباشرة كنفرغوه في واحد زلافة او ايناء وكنغطيه بالبلاستيك سولوفان او بلاستيك الغذائي وكنحاول للمس الوجه بتاع الكريم بالبلاستيك كنحطيه على مبارد مكان بارد في التلاجة حتى كتبرد على راحتها واندوزو نحضره البات ديال الطرط بتاعنا فهنا اخواتي في واحد الاناء كنضيف مية جرام من الزبدة عندي كأس الا ربع من سكر بودرة اي سكر غلاسي عندي كذلك صاشي واحد من فانيلا حبيباس بالنسبة الكأس اللي بزنت به هو كأس العنبة بمقاس كأس العنبة فهنا بسباطيلا كنحاول نخلط المكونات جيدا من الاحسن الزبدة تكون بدرجة الغرفة يعني الزبدة لينة جدا باش هكذا كنت تخدم لكم بزيان بسباطيلا عادي كتحصلوا على هاد القاوة الكريمي مباشرة كنضيف له هادين حبات من البيض كاملين اللي تكونوا حتى هما بدرهم بدرجة حات الغرفة وكنحرك بسباطيلا جيدا حتى كنت تحصلوا على قاوة كريمي اكتر كنت تحصلوا اخواتي على هاد الشكل هذا بهاد القاوة هذا بالنسبة لهنا الدقيق اخواتي فكنحتاجوا الكأس الاول من الدقيق الرطب متعديل الاستعمالات اي الفرص بمقاس كأس العنبة كفما كتشوفوا معي بنفس المقاس اللي وزنت به السكار كنوزن به الدقيق كامل فكندخل المكونات الكأس الاول كنلمو غير بالاصبوع بتالع ايد ما كنعجنوهاش كنضيف الكأس الثاني بنفس الطريقة وكلم الخالط هذا الكأس الثالث اخواتي فكننضيفه بالتدريج انتو مال حساب النوعية ديال الدقيق بتاعكم كين اللي كيتشترب بسرعة كلا فهنا اخذ لي الكأس الثالث كامل يعني ثلاث كؤوس من الدقيق الرطب متعديل الاستعمالات اي الفرص بمقاس كأس العنبة صافي كنحاول نجمع العجين بتاعنا ما كان عجينهاش غير كلمة حتى كانت تحصلوا على هاد القاوة مادة عجينة طرية ولينا في نفس الوقت ما تنشفوهاش اكتر هاد المقاس اللي عدتكم مضبوطة مئة في مئة فهنا نغطيها بلاستيك سلوفان او بلاستيك غدائي وكندخلها المجمد للمدة نصف ساعة هكذا باش العجينة كتجمع لنا راسها اكتر فهنا اخواتي من بعد مدازت ليها نصف ساعة كنناخد واحد ورق زبدة او اي ورق او اي بلاستيك متوفر عندكم ممكن تستعملت بلاستيك وكنحط العجينة وكندخل ورق زبدة من الفوق وكننطلقها عفوان او نصرحها بالمدلك كل ما كنطلقها كنحاول نجمع الجوانب بتاعها باش ميكونوش لنا التشققات اكتر كيفما كتشوفوا معي اخواتي المقص ديالها يعني كنحاول نرققها مزيان بات الشكلادة يعني ما نرققهاش اكتر فكيفما كتشوفوا معي الحجم بتاعها بات الشكلادة كتجينها عجينة ناجحة مئة في مئة هنا اخواتي عندي هاد القلب هاد اكيد معروف كي تحلو الارضي بتاعته بكل سهولة طبعا فتستعملو اكيد اي قلب متوفر عندكم مسنن مسطح لي متوفر عندكم ممكن تستعملو هاد الطاخت هدي فكن هزي الورق وكنقلبها بكل سهولة بهات الشكل هدا كنحاول نقادها جيدا بالايد بتاعي وكنضغط في الفوق هكذا بهات الطريقة هدي را كتزول العجينة بكل سهولة بهات الشكل هدا كنحاول نضغط عليها راية كتقطع بالنسبة هاد العجينة اللي شطط لي رضفت صيبت بيها عفوان طرطة تانية ديال على شكل طولي فممكن تحتافضوا بهات العجينة بنفسها تصيبوا بهات طرطة ديال اللوز فهمتوا كيفاش يعني هاد المكونات اللي عطتتكم تصيب لكم تنين طرطات صفي هنا من بعد ما تقبتها جيدا جيدا عفوان بالشوكا كيف ما كتشوفوا معي العجينة تبقات لي صرفت بيها طرطة تانية كنتقبها جيدا بالشوكا كنتخلها المجمد حتى تجبدلينا جيدا يعني لمدة عشر دقائق كيف ما كتشوفوا معي أخوتي العجينة يعني جمدت جيدا هنا كنضيف ورقة زبدة من فوق من نبات طريقة هدي وكنضيف شي حاجة اللي كتقل عليها أنا هنا ضفت في الفاصل يا البيضاء فممكن تضيفوا اي حاجة ممكن تستعملوا حتى الحجر اللي تيكون كايس من الأحسن يكون مغسول جيدا ما يكونش في الحب دي الرمل مهم أي حاجة كتكون تقل لنا على الترطات تانية مباشرة أخوتي كنتخلها الفرن اللي كيكون سخون قبل على درجة 150 كنخليها طابل لنا من تحت فقط يبليكم الجواني بتذهبوا معاكم أو شدة طرصة أكثر وكنخرجها كنزولها الطبقة ديال الفاصل يا البيضاء أو أي حاجة كيف مقتلكم تستعملها باش تقل للكم باش ما تنفخش معاكم العجينة من فوق سوف نزول القالب بتاعنا بهذا الشكل هذا وهنا السر اللي كي يجي الأطراف ذهبية في حال ديال كريم في حال ديال عفوا ديال باتيسيغ اللي كي يتبعوا عن ديال باتيسيغ كي يعتمن هذك الشكل الجميل طبعا إذا حبيتوا تستعملهم كمشروع كنخذ هذا الابيض البيض اللي اللي خلبيناه في كريم باتيسيغ عفوا أخوتي فهو اللي كنخلطه جيدا كندهن به الجوانب الابيض البيض اللي احنا خليناه ديال ديال كريم باتيسيغ ولي كندهن به الجوانب سوف ندخلها الفرن ثاني كنفتح عليها من فوق تعطينا هذك اللون الدهبي كيف كتشوفوا معايا أخوتي كي بقال لنا لون دهبي لامع وهذا هو السر باش كتشوفوا هذك اللي تاخت كي يكون هكدا لامع معاكم وأطراف ذهبية ما شاء الله سوف نحطها جانبا وندوزوا الكريم باتيسيغ من بعد مبرد جيدا تمسك ناسو أكثر بالملعاقة كنحلوه جيدا بهالطريقة هذي وكنحاول مباشرة كنحطوه فوق الطاخت بتاعنا بهالشكلها داك في مقتلكم أنا استعملت اثنين طاختة يعني اثنين حبة واحدة على شكل طولي واحدة على دائري فهنا كنزين بالفاكيه طبعا اللي متوفرة عندكم أكيد استعملت الفراولال بلو بيري هاد التوت الأزرق استعملت كذلك البرتوقال ديال بهالشكلة دا برتوقال صغير نسيت عليه الشيخ نقولولو اليوسف عندي ولا البرتوقال طبعا صغير وستعملت الموز كذلك را كتجي بنينه أكثر عفوان أخواتي بالموز اللي كتضيف الموز ضفت العينة بالتزيين كذلك كيبقى على حسب الاختيار متوفرة عندكم ممكن تستعملوه هادا الكيوي اللي متوفرة عندكم فهنا بالنسبة له هاد الجيل التلميع منزلي أنا استعملتو معاكم ونحط لكم اتلقاف الشاشة هنا فوق وكذلك نخلي لكم في آخر الشاشة ضغطوا عليه را ما شاء الله كيحتفظ بالفواكيه ما كتكحلش معاكم ما كعتوش تلك الكحولة للفواكيه أو كتسود كتبقى مدة طويلة كيحتفظ بالفواكيه سافي كانت حصلوا عليها بات شكلها دا أنا هنما خليتاش تبرد أكثر قطعتها معاكم مباشرة ممكن تخليوها في التلجة تبرد معاكم جيدا كتبقى ما شاء الله صالحة مدة طويلة للفواكيه ما كتكحلش بهتك جيل التلميع ان شاء الله نحطوا ليكم كنتحصلوا عليها بات شكلها دا ما شاء اطراف مقرمشة عجلة مقرمشة والديدة بزاف معلية لله نقول لكم جربوها وانتو ما تكتب تشوفوا الماداق بتاعها ان شاء الله واندوزو اخواتي باش نحضروا الطرطة دياللوز لي كتجينا معلكة بنينا بزاف باقل تكلوفها من المخابيز فبالنسبة المكونات اخواتي ديال طرط دياللوز هنا عندي مئة جرام من الزبدة من اصل حيواني هكذا بشكتتنا واحد الماداق اللي جميل جدا عندي نصف كأس من سكر بودرة اي سكر غلاسي قبيصة حيواني صغيرة ديال الملح والسكتنا نخلط المكونات كلها مبعضيتها حتى تحصلوا على قوام كريمي بالنسبة للزبدة اخواتي لازم تكونوا بدرجة حيواني لينة حتى تحصلوا على هذا القوام هذا نضيف بيضة واحدة فقط ونخدم المكونات جيدا حتى تحصلوا على هذا القوام هذا بالنسبة لدقيق اخواتي كعندي اثنين كوؤوس من الدقيق الراطب متعددة الاستعمالات اي الفورس بمقاس كس العنبه بالنسبة للمكونات الاولى اضفنا فيها جوج بيضات هاي المكوناتها ضفنا بيضة واحدة هاي اللي شخدت لنا اثنين كوؤوس فقط فممكن تستعملوا تارت الاولى يستعملوا ديال كريمي باتيسيخ العجينة اللي شاطت لكم تستعملوا بيها تارت ديال اللوز فما يخالفش اكيد فهنا اخواتي من بعد كنضيف الدقيق بالتدريج كنضيفه بشوية بشوية ما كنضيفش كل شي مرة واحدة في الاول كنخدم سباطيلا لانا العجينة كتلسق لنا ومن بعد كنلم العجينة بالايد بتاعي طبعا اكيد الفيديو موضح فبالنسبة لدقيق فما قد لكم كندخلوا بالتدريج وكنلم العجينة غير بالاصبوع بتاع الايد ما كنعجنوه هاجب حل كنتستعملوا الحلوة كنتحصلوا على عجينة لينة وطرية بهات الشكلادة فكما كنتشوفوا معي يعني عجينة رائعة هنا مباشرة اخواتي عندوزو نخدمو بيها عندي هذا القالب ديال الطارت اي قالب نتوفر عندكم اكيد غير هنا الطارت ديال اللوز من الاحسن يكون طالع شوية بهات الشكلادة يعني الجواني بيكونوا طالعين مباشرة كنحط العجينة وكنق نضغط عليها في الارضية هي الاولى حتى كنتلقها جيدا عاد الجوانيب كنطلعهم باش كنتبتهم جيدا كنرسمهم على شكل ديال القلب بتاعنا بشكل تسانونات تسانونات اللي كيكونوا زبينين بعد شكل هذا تسانونات قادة جيدا كنتقبها بشوكا من الجوانيب كذلك الارضية ومباشرة كنتدخلها المجميد بدما تشد راسها اكتر يعني احنا بغينا العجينة تجمد لنا اكتر بدما نحضره او نحضره البط ديال اللاموند هنا عندي كأس ديال اللوز فقط ما محمر متشي حاجة بمقاس كأس العنباء يعني اللوز اخضر كانت تحنو جيدا حتى كانت تحصلوا على هذه البودرة ديال اللوز مش متحونة 100% ولكن يبقوا في هذه الحبيبات صغيرين جدا هنا في واحد الايناء عندي 100 جرام من الزبدة من الاصل الحيواني من الاحسن من الاصل الحيواني انا كنقول لكم باش تحصلوا على واحد تعليك ومدق رائع هنا عندي كأس ديال اللوز سكر بودرة عفوا اي سكر غلاسي وعندي كذلك ساشي واحد من فانيلا حبيبات الزبدة ضرورة تكون لينة بدرجة حالة الغرفة باش كنت تخدم لكم بكل سهولة بسباطة لكن اخدمها جيدا حتى كانت تحصلوا على قوام كريمي بهات الشكل هذا هنا عندي اتنين بيضات فكنضيفها بالتدريج من الاحسن يكون البيض خارج متلجا قبل يعني بدرجة حالة الغرفة نضيف بيضة بيضة ما كنضيفش كل شي مرة واحدة باش تقدروا تتحكموا في الخارج ضفت البيضة الاولى خدمتها جيدا وكنضيف البيضة الثانية هنا البيضة الثانية ضفت اوسع ملت الطراب اليدويه كده باش كنت تحصل على هذا القوام هذا باش الزبدة والبيض يتخدمون لنا جيدا هذا القوام اللي كانت تحصلوا عليه مباشرة اخواتي كنضيفوا اللوز او البودرة اللوز اللي احنا تحناهم فكنضيفها بالتدريج هنا نزولها الطراب اليدوي وهنستعمل غير سباطلة وكنقندخل الخالط بالتدريج بالنسبة لها الكريمة اللوز اعطتها لكم ناجحة مئة في مئة، لا رابط لا يحصل عليكم بهذا الشكل المكونات لا تزيد عليهم نخرج القلب من المجمد نضيف مباشرة نحاول نضيف العجينة نضيف مرضا نضيف مرضى نضيف مرضى نضيف مللي احتاج الطبيب اللي كم الجواني بدية الفوق لعجينة تحمرت ومن بعد نفتح عليها من الفوق تعطينا اللون الذهبي كانت تحصلوا عليها بهات الشكلادة يعني اتخذ معكم في الفرن 45 دقيقة من الفوق ومن التحت كيف ما كتشوفوا معي اخواتي نخليها احتاج تبرد مزيان طلع من هادك الحرارة اللي تكون عالية جدا ونحاول نزولها من القالب فكيف ما كتشوفوا معي اخواتي ناجحة مئة اف مئة ما شاء الله بالنسبة لهنا نزينها بالعسل ندهن الطرطة من الجوانيب وكن ندردر عليها من الفوق كذلك هكذا باش كتعطينا واحد ماداق جميل جدا وممكن تستعملوا العسل وممكن تستعملوا حتى المربة ومن الاحسل للعسل هكذا باش كتعطينا واحد تقليقة رائعة لهاد طارد ياللوز كانت تحصلوا عليها ما شاء الله رائعة كتقدموها وهي باردة وهي سخونة ما شاء الله كيف ما تحبوه من الاحسل هي باردة رائعة ما شاء الله نقطع معاكم هاد الموقص وهادركة في معنى الكامل الداخل ناجحة مئة في مئة بنينة بزف بزف ما تستغنى وشاليا نتمنى انكم تجربوها وتعطونا الاراء بتاعكم في هاد التعاليق ان شاء الله وانا معليا نقول لكم جربوهم وانتم تكتشفون ما تقطعون ان شاء الله تخليكم في امان الله سلام اشتركوا في القناة